السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هي أهم المسائل المتعلقة بصيام الست من شوال نعرف بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في البداية لازم نذكر الحديث الذي ورد في فضل صيام الست من شوال الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الضهر يعني صيام السنة كلها لأن الحسنة بعشر أمثلها فرمضان بعشر شهور والست أيام بشهرين يبقى كده الحمد لله كأننا صمنا السنة كلها في الأجر والثواب بفضل الله سبحانه وتعالى طيب إيه أهم المسائل؟ تعالوا نشوف المسائل المتعلقة بقى بالصيام الست من شوال هل يجوز أننا أصمها متتابعة أم متقطعة؟ يجوز هذا وذاك يجوز نصوم الست يام وراء بعض ويجوز أننا نصومهم متفرقين ما فيش أي مشكلة الحاجة الثانية هل الأفضل قضاء ما فاتنا من الفريدة من صيام رمضان؟ ولا نصوم الأول الستة من شوال؟ أول الأفضل أن نقضي ما فاتنا من الفريدة يعني لو واحدة كان عندها العذر أفطرت سبعة أيام يبقى تيجي بعد رمضان أول حاجة تعملها أنها تقضي السبعة أيام ثم تصوم الست أيام من شوال إلا في حالة واحدة إلا لو حصلها بقى ظروف مرض تعب انشغال فخافت أن شهر شوال يعدي من غير مطصوم الست أيام هنا فقط نقدم الست من شوال ثم بعد ذلك قدامنا السنة كلها نقدر في أي وقت نقضي الأيام التي فاتتنا من رمضان رقم ثلاثة هل يجوز أننا أجمع في النية ما بين قضاء الأيام اللي أفطرناها في رمضان وبين صيام الست من شوال؟ يعني بمعنى أوضح إن أنا مثلا لو أفطرت ست أيام في رمضان هل يجوز بعد رمضان أصوم الست أيام بتوع رمضان اللي فاتوني دولة وفي نفس النية إن هم هم نفسهم الستة من شوال؟ لا لا يجوز لا يجوز الجمع ما بين نية الفريضة وبين النافلة طب آخر حاجة بقى طب هل يجوز إن أنا أجمع بين النافلة والنافلة؟ آه نعم يجوز زي إيه بقى ندي مثال بسيط مثلا هصوم الست من شوال فعايز برضو أتونس بحد يكون بيصوم برضو في الأيام ديت عشان أشجعه ويشجعني فأكتر أيام الناس بتصومها يوم الاتنين والخميس أول طيب أنا هصوم الستة من شوال يوم الاتنين والخميس يعني ايه اتنين وخميس واتنين وخميس واتنين وخميس تمام كده؟ هنا بقى يجوز الجامع بين النيتين يجوز الجامع بين إن ده يوم من أيام الست من شوال وإنه يوم الاتنين اللي بترفع فيه الأعمال إلى الله واجي يوم الخميس أصوم يوم الخميس بنية إنه هو يوم الخميس اللي بترفع فيه الأعمال إلى الله وإنه هو يوم من أيام الستة من شوال برضو نفس الحكاية قاله جيبها مثلا في سكتي كده الثلاثة أيام البيض يوم 13 و 14 و 15 وأنا هبتدى أصم مثلا إيه الست أيام من شوال أو بصمت قبلها ثلاثة أيام وأصمت ثلاثة أيام دولت يجوز الجمع بين النيتين إن ده يوم من الأيام البيض ويوم من الأيام الست من شوال بفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكري وشكري وحسن عبادتي وأن يجمعنا إياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته